في مشهد مأساوي وفت لاعب كرة قدم عربي أثناء الإحماء ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي توفي متأسرا بسقوطه قبل انطلاق مباراة في الدور المحلي وذكرت في تغريدة عبر تويتر أن الرقادي توفي في المستشفى الذي نقل إليه إسرى سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي ألسويك كانت المباراة ضمن الجولة السادسة من دور عمنتل المحلي لقرة القدم مخلد الرقادي عماني الجنسية توفي عن عمر نهز 29 عاما وكان مدافعا لنادي أي مسقط وفنجاء وكان أيضا لعبا في المنتخب الوطني العماني وكشف التقارير إعلامية عمانية أن مخلد الرقادي تعرض إلى نوبة قلبية حادة خلال تدريبات الإحماء لفريقه ما أدى إلى وفاته ويظهر فيديو من الاستيديو التحليل للمباراة على القناة العمانية الرياضية حيث اندهش المزيع بداية من عدم المباراة في موعدها ليتبين لاحقا بأن هناك حالة وفاه في الملعب ويعلن تأجيل مباراة الفريقين وسرع الجهاز الطبي بنقل اللاعب مخلد الرقادي إلى المستشفى فور سقوطه أثناء عملية الإحماء لكنه توفي في المستشفى الذي نقل إليه وتم إعلان وفاته بشكل رسمي وأصدر الاتحاد العماني لقرة القدم بيانا بعد وفاة اللاعب قال فيه يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العماني لقرة القدم وكافة موظف الاتحاد بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل ومجلس إدارة نادي مسقط وكافة منسوبي الوسط الرياضي في وفاة المغفور له بإذن الله اللاعب مخلد بن حمد الرقادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة